أهلا بكم مشاهدين مجدداً إذن وضعية جوية مستقرة مع درجة حرارة إن شاء الله ستكون مرتفعة فيما يخص أغلب المناطق الشمالية للوطن تحديداً الولايات الداخلية أكيد هذا حسب النماذج الرقمية للرصد الجوي فالأجواء إن شاء الله ستكون مشمسة ومستقرة إن عدام تساقط الأمطار خلال الأيام القليلة المقبلة فيما يخص أغلب المناطق الشمالية مع تشكل الضباب الكتيف خلال الصباح الباكر على المناطق السحلية وكذلك المناطق الداخل للهضاب العليا ومنطقة الأوراس على العموم الأجواء ستكون مستقرة ومشمسة وهذا راجع إلى مرتفع آزوري يخص أغلب المناطق الشمالية وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي فالأجواء المستقرة ستستمر إلى غاية نهاية شهر ديسمبر إن شاء الله عن توقعات درجات الحرارة القصوى والدنيا فالقصوى إن شاء الله يرتقب تكون مرتفعة بداية من نهار اليوم إن شاء الله السبت على أغلب المناطق الشمالية للوطن كما نلاحظه باللون الأحمر وقد تتعدى 28 درجة إن شاء الله على وهران عن تيموشن تمستغان شلف غريزان أيضا بالنسبة لسيدي بالعباس كذلك بمعسكر وتلمسان لاحظوا حتى قلم الطارف والسوقه راسع الناب جيجي الواسكي كذا ستقارب 25 درجة إن شاء الله الجزائر العاصمة في حدود 25 درجة بإذن الله البليدة 26 درجة المناطق أو بنسبة لكل من تبسة خنشلة كذلك الجلفة تيارة تيسمسيل تبوسعادة ستتراوح إن شاء الله بين 17 إلى 25 درجة منخفضة دائما بين عامة والبيض في حدود 14 درجة بإذن الله أما الدنيا المسجلة خلال الفترة المسائية وكذلك الصباحية فستكون إن شاء الله الأجواء باردة سفر درجة راح نسلوها بيتبسة وخنشلة كذلك بقسنطينة وصطيف حوالي درجة واحدة فقط بعين الدفلة والجلفة اتيار الدرجتين فقط معسكر وتلمسان ستقارب تل درجات السواحل الوطنية ستتراوح إن شاء الله بين 5 إلى 6 درجات خلال الليل وخلال الصباحة أما الولايات الجنوبية فالأجواء كذلك ستكون مشمسة ومستقرة مع تطاير بعض الزوابع الرملية على وسط الصحراء وأقصى الجنوب الجزائري لاحظوا باللون الأخضر أن الأجواء ستكون باردة خلال الليل وخلال الصباح على كومي بشار بن عباس غردايا زلفانة الوادي المغير ورقلة كذلك إليزي جانت وأيضا بيتامنراز ستتراوح إن شاء الله بين حوالي 5 درجات إلى 10 درجات فقط وبالنسبة للقصوى ستكون نوعا مامون خفضة خلال ظهيرة اليوم على كومي برج باجي مختار وإنقزام أدرار تميوين ورقان 24 درجة إليزي جانت وإنامناز ستقارب 19 درجة تندوف رح نصله إن شاء الله 24 درجة بشار بن عباس عين الصفرة وغردايا ستقارب إن شاء الله 22 درجة الوادي المغير وأولى الجلال رح نصله إن شاء الله بين 20 حتى 23 درجة مع التقص مشمس ومستقر دائما فيما يخص الولايات الجنوبية خلال الأيام القليلة المقبلة وبالتالي الأجواز ستبقى رابعية مع درجات حرارة شبه صيفية فيما يخص المناطق الشمالية للوطن توقعات حالة البحر سيكون إن شاء الله هاد إلى قليل الاستراب على كافة السواحل الوطنية الرياح لن تتعدى سرعتها 30 كم في الساعة مع رؤية متوسطة وعلو الأمواج سيتراوح إن شاء الله بين أقل من المتر إلى المتر على كافة السواحل الوطنية اتجاه الأمواج غربي للشمال غربي وعلو الأمواج أقل من المتر إلى المتر كما سبق وذكرت على طول الشريط الساحلي والآن مشاهدنا الكرام نذهب بكم إلى تونس الشقيقة للتعرف على قصر الدويرات وهو من أقدم القصور وأولها في الجنوب التونسي وهو قصر بربري أمازيغي يبعد حوالي 20 كم على مدينة تيطابين ويعود تاريخ إنشاؤه إلى أكثر من ألفين عام وذلك من قبل البربر أشكركم على كرم الإصغاء والمتابعة والعودة لاستكمال بقية الأخبار بعد هذا الفاصل